أعلنت القوات المسلحة السودانية رصد الكثير من الخروقات التي تقوم بها قوات الدعم السريع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على الرغم من سريان الهدنة لمدة 72 ساعة هذا وقد أضافت القوات المسلحة السودانية أنه تم رصد تحركات عسكرية لقوات الدعم السريع داخل وخارج العاصمة ومحاولة احتلال مواقع وتقييد تحركات المواطنين كما رصدت حركة كثيفة نحو مصفاة الجيل بغرض استغلال الهدنة في سيطرة على المصفاة لخلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد